أهم المعايير المشتركة في التقارير العالمية المتعددة عن اختيار طبيب الأسنان الأفضل وتجارب مرضى آخرين وشهادتهم على مدى الحرفية والجودة واحتواء خوف المريض وألمه ومنها الاتمئنان على اطلاع الطبيب على الأبحاث والتقنيات الحديثة وأن يتم الفحص باستخدام الأجهزة الدقيقة والأشعة القادرة على كشف أي تلف كمان رصد درجة النظافة والتعقيم في العيادة أو الصرح الطبي المختار وأن التكلفة لا يصح أن تكون معيار الأفضلية لأن قلة التكلفة ممكن يكون معناها رضاقة الخامات المستخدمة وعدم حل المشكلة يضطرنا لزيارة طبيب آخر وده معناه تكاليف مضعفة وأخيراً درجة حرفية واهتمام طاقم العمل بالعيادة واحترام المواعيد والالتزامات أهلاً بكم اليوم دي أيام مهمة جداً في ناس كتير عندها مشاكل في سنانها ولازم تروح العيادة الأسنان عشان تكشم لازم تتأكد ولازم يبقى فيه كنترول للإنفكشن للعدوى بكل الأشكال والحقيقة طب الأسنان من زبان قوي هم مميزين قوي في الإنفكشن كنترول عندهم منظومة هم متربين عليها لأنه طبيب الأسنان كلوز جداً للفم للبؤ فهو خايف على نفسه وخايف على عيانه يعني وخايف أنه الأدوات تنقل فعندهم خطوات كتيرة جداً لمكافحة العادة واللي السيطرة عليها ده كلام النهاردة يبقى مهم النهاردة حوار إكستراروداني في عالم طب الأسنان الممتع والدائماً مسير مع ضيفتي العزيزة الممتعة دائماً في حوارها اللي هتمتعنا النهاردة بقصص يعني جميلة زي ما في الناس الحلوة في الدكتور طبعاً الأستاذ الدكتور إسراء السعيد طب الأسنان الحقيقة من البرانشات الطبية المشهور لها الاهتمام بالإنفكشن كنترول وإحنا أصلاً أساس شغلنا في جزء كبير إنفكشن كنترول اليومين دول إحنا زودنا الموضوع أكتر بدرجة يعني شديدة جداً إحنا مش بنعمل الإنفكشن كنترول بتاعنا من أول باب المركز لأ إحنا من أول باب العمارة قبل ما مريد بيدخل باب المركز الأول بيعقم إيده وبياخد جلاز بياخد أوفرهاد بياخد أوفرشوز بعد كل دوات الأجهزة أو الأدوات المستخدمة كلها دخلة أقوى وأحدث أجهزة التعقيم في العالم طبيعي قوي قوي الزراعية بتتعامل مع السن كبير مشاكل صحية كتيرة الفكرة كلها في إيه؟ إن إحنا نكونترول الموضوع ده لازم ناخد الطريق المزبوط ولازم نشخص مزبوط عشان نوصل لأحسن نتيجة قليلاً لما بنكلم على العضة والناس كتير مش فاهمة إيه العضة مبدئياً العضة لازم الفك العلوي يغطي جزء من الفك السفلي مفيش حاجة اسمها إن السنان تقف على بعضها كده وقفت على بعضها ده خلاص ده تروماتيك أوكلوجين ما ينفعش وفيه برضو قضية خطيرة ومهمة جداً قضية التكنولوجيا والمهارة هل ليه موجودة ولا ده تخيولي ألاً؟ لو هو موهوب وإيده حلوة حط عليه إكسبيريينس شوية حط عليه أجهزة أكيد هتطلع لك نتاج هاجلة الدكتورة إسراء السعيد استشاري جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني حاصل على الدبلومة الأسبانية لزراعة الأسنان جامعة سيفيا ماجستير جراحات الفم والأسنان بكلية طب القصر العيني ديفاتي العزيزة بسؤس دكتورة إسراء السعيد في الدكتور أهلاً بيك يا دكتور إسراء أهلاً بيك يا دكتور إسراء ربنا يخليك دكتور أنا عايز أقول لك إن دي أول حلقة نسجلها في الدكور الجديدة الحمد لله يا رب يكون كده أدم خير عليك وكلك يا رب إن شاء الله أدم خير طول عمرك الكات كام دي أشح حالنا وبعدين فيه سؤال جيزاني بيقوله بقى بالقلب يعني نفتح لبنا بقى مع الكات كام حاضر الكات كام دوت كاميرا بالكمبيوتر الكاميرا ديت بتصور الأسنان أو بتصور الفك الفاضي وتقيم ممكن تعمل طقم أسنان على فكرة بتصور درس مثلاً عايزين نعمله حشوة بتصور الدرس وإحنا بعد ما نضفناه من جوة بتقعد بعد ما أنت بتصوره فيديو لأن فيه تصوير فيديو وفيه تصوير فوتوز يعني الأحسن طبعاً الفيديوز الملونة ليه بتبقى شايف أنت دي لسه اللي لونها بامبة لسه اللي لونه كذا يبقى يعني بتديكي الألوان الطبيعية لكن الفوتوز ما بتدكش غير أبيض ويسودز فما بتقدرش أنت تاخد من الفوتوز شغل حلو لما أنت بتصور فيديو حتى لو إيفن هتعمل حشوة لما يكون عندك كل الألوان والحطة الغويتة في الدرس بيبقى لها لون مختلف عن الحطة السطحية بتديك كل الأبعاد لما تقفل أنت على الكمبيوتر بق العيان وتشوف الدرس اللي فوق نازل فين في الدرس ده كات كام طفرة هيلة بعد ما أنت تتصور هتقعد أنت طبعا البروفيشناليتي بتاعتك في إيه أنك تنظف الدرس كويس وتدي الفورم المزبوطة لأن الكات كام ما يعرفش يديك فورم أنت لازم تدينه فورم تدينه حاجة اسمها resistance means حاجة اسمها retention يعني أنت لازم تحط فورم عشان الحشوة دي لما تتحط الحشوة تمسك في مكانها ما تقعش تعيش تكون مريحة فإنت لما تيجي تعمل الفورم دوات الفورم عايزة إيه عايزة experience دكتور حلو طيب الكات كام عايز إيه عايز experience في التصوير أنه يكون بيعرف يصور كويس ويكون بيعرف يتعامل مع الجهاز والoptions اللي فيه زي اللي راكب عربية أحدث موديل 20-20 بس هو مش عارف يتعامل مع أي option جواه هو بس شغال بنزين فرامل مش هيكون مش هيكون مبسوط وراديو مش هيستفيد من الoptions بتاعنا لازم أنا أعرف أعمل أستفيد بكل الoptions عايزة أكبر التربوش عايزة أصغره عايزة الحشوة مثلا عايزة أعرضها من حتا عايزة أخليها دخلة أكتر مع الفك التاني بحيث أنه تعشق مع الopposing كويس لازم تعرف تتعامل مع الoptions اللي موجودة في الجهاز يبقى أنت عايز واحد عنده experience في التصوير سنه مش كبير قوي علشان يعرف يتعامل مع software والcomputer والكلام ده لما تيجي بقى تخرط أو أنت تقعد عشان تعمل design ما تيجي تعمل design لازم يبقى عندك experience في design أنت بتتكلم على حاجة على computer أنت بتتكلم على مكات زي graphic لازم تبقى رابط شكل graphic ده بشكل الأسنان اللي في بق المريض دي شكلها إيه لازم تبقى فهم العلاقة دي إيه لازم تبقى متصور في الآخر أن أنا لما أجأ طلع ما طلعش مثلا في خط النص السنة اليمين أكبر من الشمال أو العكس ما طلعش مثلا النص اليمين مختلف عن النص الشمال في design ال design ده وقائم على إيه على experience اللي قاعد ده مش جميل لأنه يكون سنه كبير قوي علشان دايما اللي بيتعامل مع software أحسن هو السن الأصغر ما قلتش يكون صغير قوي بس يكون مخه بيتقبل التكنولوجي الجديد والsoftware حط عليه experience إنه عمل الموضوع ده ألاف المرات لأنه إحنا الطول ما إحنا قاعدين شغالين crowns ونخرط فلازم يبقى شغال الموضوع ده وقت طويل بعد كده هيجي يلزق التربوش أو هيخرط الأول التربوش دي مش محتاجة experience في حاجة ده أي حد ممكن يدوسع الضرار ويخرط خرط ده on and off هتقوم إنت واخد هتحط للتربوش ده وتجليز يعني هتلمعه وتدخله الفرد إنت شايف إنه خطوة بسيطة؟ لا دي خطوة experience لما إنت بتزود الجليز أكتر من اللازم بيبقى عامل طبقة خينة ممكن تيجي تحط التربوش ما ينزلش في مكانه من سماكة طبقة الجليز أو الملمع ممكن يبقى شكله قد قوي من كتر ما هو بيلمع يخلي السنانة القبلة والبعدة شكلهم مطفي ومش جميل لازم تقرب للناتر للطبيعة لازم يبقى الجليز فيه جليز شفاف وفيه جليز واخد لون لازم لو إنت عايز تفتح أو تغمأ تتعامل مع الجليز إن دوة صبغة بتفتح وبتقفل بها لون الدرس عشان تبقى accurately زي اللي قبلة والبعدة هتيجي بعد كده تاخد التربوش بعد ما دخل الفرن وتضبطه بقى زي الفل تحطه في بق العيان اللازق ده experience اللازق ده محتاج دكتور اللازق ده خصة موال كبيرة ده بتبطى 15 خطوة ده خصة الوحل اللازق ده اللي بيفرق بين ناس مركزة في شغلها وناس تانية خطواته كتير جداً خطواته كتير وكل خطوة لها عدد ثواني معين وحاجات تتنشف بالهوى حاجات تتنشف بالليزر حاجات تتنشف كذا لأ لها خطوات بعد كده تحطه وتثبت العضة لازم هيحصل أرور ولو واحد في المليون يبقى أنت بحتاج تثبت العضة ليه؟ لأن ممكن أنت بتثبت الأكلوجين على وضع معين هو قافل بقه ممكن يقولك لا أنا حاسس أن التربوش عالي وأنا بحرك فك يمين وشمال في ناس عندها حركة نتحرك فكها يمين وشمال طيب إحنا لازم نثبت الحركة اللاترال أو الحركة الجانبية الدكتور لازم يبقى عارف يحط حاجة معينة بتظهر العضة الجانبية شكلها إيه؟ يقوم شايلة الحتة العالية يريح المريض دي عايزة إكسبيينس مش عايزة تكنولوجي فالي اثنين بعض الإكسبيينس بالتكنولوجي اللي اثنين بيزقوا الدكتور وبيزقوا المريض لو قدام إنه يجيب أحسن نتيجة في أقل وقت بأقل متاب طيب لما أنا قف عند الحشوات الحشوات دي قصة برضو مهمة جدا كان زمان الحشوات بيستخدموا فيها مواد كده معدنية وشكلها كانش حلو دي قوت من سنين وصنين إيه التطور الحسن في الحشوات؟ الحشوات عندنا أنواع في حشوات اللي هي اللي عادية اللي هي بتروح للدكتور بينظف الدرس كويس بيحط لك مادة لونها أبيض بينشفها بجهاز light cure مشهور إنهم يقروا على اسمه ليزر هو نوع من أنواع اللايت اللي بينشف المادة بتاعة الحشوة اللي أنت حطتها في المكان أنت لما هتنشف المادة دي المادة دي هاتبها hard هتقدر أن أنت تأكل وتشرب عليها إيه عيوبها؟ عيوبها إنها داخل فيها human error يعني أنا ممكن أقفل الحشوة دي من الجنب بطريقة أبقى شايفها perfect بس هي عاملة فراغ خفيف بيدخل أكل مع المريض مش مرتاح في العضة بتاعته إضطرين أنا أكل منها جزء وممكن تتكسر بتفقد اللينك أو الاتحاد مع السنة مع الوقت يعني فيه بيبقى فراغ بين مايكرون ما بين السنة وما بين الحشوة بيتفقد الاتصال دوت مع الوقت علشان solubility الدوابان المادة اللي أنت بتمسك فيها الاتنين مع بعض قابلة للزوابان هي قابلة للزوابان بس بتاخد سنين يبقى أنت عندك سنين وهيحصل مشكلة في الحشوة دي يعني الحشوة دي هتدخل أكل حواليها وتقع يقم الحشوة دي هتكون بتدخل أكل وما تقعش بس تزود لك التسوس اللي تحتها طبعا دي نسب يعني مش كل الناس اللي عامل حشوات فيها مشكلة لا طبعا ما قلتش كده بس نسب بس إيه اللي أحسن منها إنك تعمل الحشوة دي كات كام ليه؟ علشان تقدر تثبت الكونتكت كويس قوي فبتثبتها على كمبيوتر بتبقى طلعالة مظبوطة جدا وإنت شايفها الحشوة دي اللي هتتحط في بقى المريض شكلها إيه فإنت عندك الشكل اللي جوه المريض شكله إيه أو شكل الحشوة في بقى المريض شكلها إيه المتاعب اللي هو هيتعرض لها شكلها إيه فإنت بتبقى شايف المشكلة قبل ما تحدث فاتحلها أكيد ده موضوع أسهل من إنك تحلها بعد ما مريض يشتكي تاني حاجة الحشوة بتبقى highly polished يعني متلمعة قوي من الجناب بحيث إنها ما يلزقش عليها أكل طيب الحشوة اللي هي دوي اللي انت بتحطها بتبقى طرية وتضغطها في مكانها وبعد كده بتنشفها بالدق عمرها ما هتطلع highly polished زي حاجة سيراميك زي سيراميك منتجات السيراميك حاجة متلمعة تبقى زي الإزاز عمر ما هيقف عليها الأكل يبقى عمر ما هي هتسوس السنين المكان العالي عمره ما هيسوس إنه مش لازق عليها أكل مش هتحتاج زي الأكل مش هتدخلك أكل من أول دقيقة لإن أنا ما عرضتكش لتجربة إن أنا أعمل أجار تجرب إن كان هيدخل أكل ولا مش هيدخل أكل إنها highly polished أنت بتحط الحشوة دي في مكانها بمادة زوابانها أقل بكتير من مادة البوند اللي أنت بتحطها في الحشوة العادية فبتاخد سنين صعب يعني صعب إنها تقع ليه؟ لأن أنت بتعمل سيرفس من برا يعني الحشوة أنت بتبقى شايفها ما فيش المكان اللي أنت بتبقى شايفه وبعينك في الحشوة العادية الخط الفاصل الشعر الفاصلة بين الحشوة والسنة دي مش موجودة في الحشوات الكات كام ليه؟ لأن إحنا بنتطلع الحشوة بتبقى نيمة على السيرفس بتاع السنة فاللازق بتاعها من جوة على السيرفس السنة مش بتعرض أصلاً للأتموسفير بتاع الفم فإنت بتضمن إنها تعيش ما تفكش قفلة من أول دقيقة عمرها طويل أقوى بكتير من الحشوة العادية اللي هي بتبقى سوفت وإنت بتوع تدخلها في مكانها وبكده تنشفها أقوى بكتير يعني هي بتبقى يعني ممكن تبقى في قوة الأسنان وفي بعض أنواع بتبقى أقوى لأنها مشتقط سيراميك أو بوستن يعني كلمة حشو الجزور أو رايح أعمل حشو الجزور هتلاقي بقى إيه؟ خوف وراه بشديد جداً أي حاجة متعلقة بالجزور على فكرة مرادة أيوة طبعاً تخيل إن إنت رايح واحد بيقولك أنا هاشيل العصب برضو حاجة تخد فهين بادي؟ ألم وبعدين ألم يعني فطموز ألم وفضيع حقيقي ألم وفضيع بس إنت لو مطمئن للدكتور اللي إنت رايح له أو للمركز اللي إنت رايح له أكيد بيبقى الرهبة أقل شوية بس إحنا ممكن نتغلب على الرهبة دي بإيه؟ إن إحنا بنطمن المريض نعمل أشعة مقطعية علشان نقلل المشاكل إيه اللي مسوق ثمعة علاج الجزور؟ المشاكل بيلك أنا عملت علاج جزور وعلاج الجزور دوات حصل فيه مشكلة دلوقتي وصلنا لا ده أنا ممكن أعمل علاج جزور وأعمل تركيب علاج جزور وأعمل كل الخطوات الكريم ده بكله بياخد زيارة أو اتنين إزاي؟ إن أنا أبدأ بأشعة مقطعية لازم أبقى أعرفة الجدية ده جواكة مع عصب العصب دوات منتهي كم نهاية على فكرة ممكن عصب واحد ينقسم في الآخر ويديك نهايتين ممكن يكون هو متصل يفتح ويقفل تاني بنهاية واحدة يجننك يعني يعمل لك يعني يعمل لك توطر وهو إنت مين فيهم؟ طب أنا قبل ما أدخل خالص طب ما أنا ممكن أعمل مقطعية وأشوف العصب دوات أوله إيه وأخره إيه أشوف العصب دوات هو أنا ممكن ما معرضش المريض لمشكلة إزاي طبو أنت لو عندك العصب داخل كده يعني ماشي كده بعد كده نقسم وبعد كده نزل أنت مش متوقع الشكل ده للعصب أنت هتعمل إيه؟ هتقوم داخل من فوق نزل على طول في النص خرمت الجدر عملت مشكلة أكتر يعني مثلا حاجة زي كده إحنا أول حاجة بنركبها الربر دعم أو اسمه الحجز المطاطي اللي هو لونه أزرق إحنا بنعزل الدرس اللي إحنا شغالين عليه أصلا من أول خطوة ليه؟ علشان ما يدخلوش صليظة ما يدخلوش لعاب ما يدخلوش بكتيريا ما نعملش أي إنفكشن في المكان على فكرة الإنفكشن مش معناه حاجة مش نظيفة ده ممكن اللعاب نفسه بالبكتيريا اللي فيه ده وتسورسة الإنفكشن ثانيا حتى لو العيان فكر إن هو يقوم مية إنت عايز مثلا تخسر مادة إنت حطيتها بمية إنت بتشفطها على طول من على الحجز المطاطي ما تدخلش بوق المريض فإنت ضامن قوي إن إنت مقفل على كل حاجة يعني في أول حاجة بدأت بأشعة مقطعية عرفت الجدور عرفت الفيوتر عرفت التكنيك اللي إنت داخل به فهيبقى صعب إن المريض يقولك عملت على الجزور وعلاجت الجزور ده فشل أو احتاجت أعيده أو عمل يخرك تحته لأن إنت من الأول عارف إنت داخل تعمل إيه دي أول خطوة تاني خطوة الدرس ده محتاج مصمار وضعامة ولا لأ المصمار وضعامة حاجة ما تخوفش بس لما بيكون الدرس ضعيف قوي يعني دي نفس الحالة بص إحنا بديين منين وبص إحنا كنا بديين وبنيين إزاي تخيل ده جدر يكاد يكون مش باين في بوق المريض بس هيجي منه شغل إزاي؟ إحنا هنعمل تجميل في الليسة أول حاجة اسمها كراون لانتينين هتطول الجدر شوي طبعا عشان تطوله هتطوله وقديين افرد الجدر نفسه قصير افرد الجدر نفسه مكسور لازم تبقى بادي بقى شاع عالف إنت أصلا هتزود اللانت قدي إيه وإنت بادي من قدي إيه يعني لو هو عنده الجدور قصير عشرة ملي وإنت محتاج تلاتة ملي يبقى الجدر بقى سبعة ملي مينفعش ما يشيلش ما يجيش قليل قوي فإحنا لو عملنا هنا كراون لانتينين وقدرنا إن إحنا ننظف القنوات دي كويس بعد ما نكون عملنا مقطعية وعارفين إحنا بنعمل إيه ووصلين لإيه قدرنا نعمل من الخطوات دي وبانينا الدرس وطبعا حطين حاجز مطاطي وبعد كده قدرنا نحط مصمار وضعامة وتربوش تأكد إن عمر الأسنان دي هيكون كويس جدا وطويل ممكن ما أقولكش إنه هيعيش فوريفر بس هيعيش ثنين ده في حد ذاته حاجة كويسة يعني ما يبدأ إن أنا عندي درس في مشكلة أخلعه ده بالضبط ما يبدأ إن أنا يجيلك مثلا المريض هو تعبان قوي طول كده كده هو هيموت يبقى يلا خلاص ما ندهوش أي أدوية ما ينفعش ده المريض بتاعنا ما ينفعش إن إحنا ناخد قرار إن إحنا نموته الخلع بالنسبة لنا هو النهاية لا الدرس هو مريدي هو مريدي لازم أعالج وأفضل وراه وأفضل أنظف وأفضل أنجح وأعمل كراون لامدنينج أطول وتجميل لحد ما يجيب أخلي لكن الفكرة بتاعت لا أكده كده الدرس مش هيعيش فوريفر يبقى أنا أخلعه لا ممكن يكون هيعيش سنتين ثلاثة مش وحش بس ليه أنا أعمل جامب الخطوة تانية أنا مش محتاجة لها ولازم المريض بفهمه ومضي كونسانس إن أنت فاهم إن الدرس ده مش هيعيش فوريفر عشان ما يجيش بعد سنتين ثلاثة أربعة يقول لي لا أنا كنت عايز ويعيش عشرين سنة لا مش كل من الشغل اللي هنعمله هيعيش عشرين سنة ساعات العضة بيبقى فيها مشكلة طبعا 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 عايزة أعمل تركيبة ما هي بتوجهني عضة فيها مشكلة طبعا إزاي أضبط تركيبة على عضة فيها عيوب على حسب المشكلة في العضة قد إيه هي مأثرة يعني في بعض الناس بتيجي بتراقب في الأسنان بسيط وهو مش عايز يعمل تقويم لظروف سفره لظروف وقته لأي ظرف أيا كان ممكن أنا أتحايل على الموضوع ده يعني مثلا هنا الحالة دي الحالة دي على فكرة فيها فكرة قوية قوي قوي حضرتك شايف السنان الفك العلوي والسفلي اللي اتنين متدخلين في بعض قوي اللي اتنين دول عميين حاجة أسمعها العضة العميقة أنا ما عنديش سنان أصلا أركب عليها تربيش السنان استنتد يعني وكلة بعضها السنان وكلة بعضها تيجي تحطها يتعشقهم مع بعض السنان معشقين مع بعض بنسبة يعني أكتر من مية في المية درجة كل وبعض السنان دي عشان أنا أعمل لها تجميل لو تاخد بالك فوق شمال هحط السنان دي السنة المفقودة دي حطها إزاي أنا ما عنديش مكان ما عنديش اتنين ميلي أركب فيه يعني اتنين ميلي دوم يعني نفعوش ما فيش تربوش اتنين ميلي لو إحنا فتحنا بق المريضة شوية هتشوف إن السنان اللي تحت عاملة خرمة في السنان اللي فوق عاملة زي منيام يعني داخلين في بعض متداخلين جدا من كتر ما هما وكلين في بعض الفكرة في الحالة دي هي المريضة ما كانتش مصدقة هي دايما تقولك أنا حتى لما بركب تركيبة متحركة بتتكسر لما أجي أتكلم ما خالج الألفاظ مش مصبوطة لفنعتك سبايز خالص لما جيت أركب سنان سبتة برضو ما نفعش يعني هي برضو السنان اللي في الآخر فوق شمال وبرضو برضو جزء من اللي فوق يمين برضو التركيبة الكراون ما قاعدش عنده والكسر ليه؟ علشان العضة العميقة العضة العميقة دي من المشاكل اللي بتقابل الدكتور قبل ما بتقابل المريض إحنا احتاجنا إحنا نرفع العضة نوصل إحنا طولنا الأسنان عملنا تجميل في اللافة رفعنا العضة بتاعتنا لأن مفصل الفك بيتعب جدا من العضة العميقة لأنه هو إن فانكشن على طول مفصل الفك ربنا ما خلقوش يشتغل بعوشين ساعة بيشتغل وقت الأكل والكلام بس بعد كده هو مرتاح هو دايما يستنمى فتوح عن بعضها إدارنا نوصل للنتيجة دي طبعا نتيجة حلوة قوي قد طولنا الأسنان فتحنا العضة يعني ده المنظر العضة اللي في بق المريضة وضع الأسنان ده مختلف العضة مزبوطة المكان اللي فوق الشمال اللي ما كانش فيه مكان نركب سنة ركبناها خدنا الوضع كله بقى مزبوط ده ريح العيانة ريح المفصل بتاعت إدها فرصة وأمل إنها تركب في الوضع الأولية بيتمعنش تركب أصلا لأنها راحت لعدد من الأطباء التربيش بتتكسر والتركيبة المتحركة بتعطي فوقها دي فكرة تشخيصية قوية قوي على فكرة قال عادة الحوار معك منتع جدا يستمر الفهرس ويستمر الحوار خلا بلكو فيه كم حاجة عايز أنهي كلامنا بيها النهاردة الفلورايد مهم جدا هو ده اللي بدي قوة الأسنان وعدم تنظيفك للجير دي كارسة ما بحدها كارسة مزبوط يعني دي مش حاجة سهلة يعني وكل ما تاكل كتير كل ما تضر سنانك إزاي البكتيريا بتتكون كل ماها لو ما ينفعش نقوله ما تاكلش كتير لا أنت أكل كتير بس تاكل سنانك تاكلش كتير لا أكل كتير وقصم سنانك كل واحد بيدور على برانشو ما تاكلش كتير وقصم سنانك يعني هاي معادلة جميلة قوي حاجة تانية كمان إنه جفاف الفم ده مشكلة كبيرة كبيرة طبعا زيلستوميا زيلستوميا دي لها جزء شغل أساساً في البطنة وفي الأمراض المناعية لأنه دي ممكن تكون واحدة من متلازمات متلازمة اسمها شو جرين ممكن تكون دي واحدة جزء منها فبيتعالج مناعياً أساساً أنت نوارتي وشرفتي بشتيا دكتور أيمان نمورك ضيفاتي العزيزة الأستاذ دكتور أسراء السعيد كانت في الدكتور خليكوا دايماً مع الدكتور